أنا عايز بس أقول كلمتين فولو على مباراة طبعا برشلونة وليفربول بالأمس مجموعة من التنصيحات المهمة قوي نبدأها طبعا بفن دايك أفضل لعب في إنجلترا بيقول قال كلام مهمة قوي قال شعورنا بخيبة أمل من النتيجة كونها لا تعكس سير المباراة ودي حقيقة ليفربول كان أفضل بمراحل لكن ميسي أما يكون ميسي موجود المنطق يتوارى جانبا تماما لا سيطرة ولا غيره هتنفع في وجود ميسي على الإطلاق وقال النتيجة الآن تأخرنا بثلاثية هناك مهمة كبيرة تنتظرنا في أنفيلد وقال إحنا بنحتاج دعم الجميع وأكد نعلم مدى صعوبة المواجهة وجود برشلونة في جميع أنحاء الملعب أظهرنا أنها يمكننا خلق فرص ضدهم وجعلنا الأمور صعبة وقال فندايك هم يتمتعون بجودة إضافية متمثلة في ليونيل ميسي الذي يظهر متى يحل له لكننا سنحاول القيام بكل ما هو ممكن ده مين بقى؟ ده فندايك أما ميلنر قال أعتقد أن النتيجة في هذه المرحلة من المسابقة هي الشيء الوحيد المهم حقا ربما يمكننا أن نتحمس لأننا خلقنا فرصا في اللقاء وقال المنافس فريق كبير خلق فرص استغلها بشكل جيد يمكننا أن نفخر بأداءنا وقال عندما كانت النتيجة 3-0 كنا بحاجة إلى هدف في هذا التوقيت لكن قبل ذلك كنا على ثقة من أننا سنحرز هدفا وآخر حاجة قالها سيكون من الصعب خلي بالك من الجملة الجاي سيكون من الصعب الاحتفاظ بشباك نظيفة في الأنفلد في ظل وجود قوة لعبي برشلونة وميسي ده أهم كلام اتقال ورابرتسون أكد على كل الكلام ده الحقيقة على فكرة هذه المباراة اللي قدام حضراتكم شهدت أكبر حضور جماهيري في ملعب الكامب نو ملعب برشلونة حضر 98,299 98,299 وعايز أقول حاجة للإنصاف عشان تعرفوا أن ميسي ده حاجة جميلة أوي 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 كمان مرة أنا قلت مبارح لما جاب هو الهدف التاني عمل بييده كده للجمهور وعمل لهم كده يعني ما تصفروش أنا قلت أن الجمهور كان بيصفر على لعبة برشلونة تخيلوا لا تخيلوا أنه هم كانوا بيصفروا لما كورة كان بتروح في أقدام لعبي ليفر بول فتخيل أخلاق هذا اللاعب قال لهم يعني ما تصفروش لما كورة تبقى في رجل لعبي ليفر بول أنا تصورت العكس لأنه الطبيعي كان يبقى العكس وفقاً لاتباعنا بصراحة يعني لكن تخيلوا أنه هو طالب جمهوره ما يصفرش على لعبي ليفر بول لما تبقى كورة في أقدام ليفر بول ده ميسي ده ميسي بالنسبة لتقييم صلاح مبدئياً أخذ درجات ما بين 6 و 7 و 8 المتوسط 7 من 10 عندهم هناك حكاية الدرجات دي زي بتاعته الأستاذ نجيم من مسكاو القديمة لكن هو أفضل تقييم في لعبي ليفر بول ومعاه في نفس التقييم روبرسون وجويل ماتيب هم الثلاثة أخذوا متوسط 7 من 10 التايمز قالت إيه؟ التايمز قالت ميسي أساحر طبعاً طبعاً التايمز قالت ميسي أساحر دي التايمز ستار ميسي يضرب كلوب بعنف الأرجنتيني يسجل هدفه رقم 600 ليقتل الريدز آيسبورت قالت هدف ميسي رقم 600 يهزم ليفر بول ميرور عبقرية ميسي لمدة ساعة كان رجال كلوب الأخطر قبل أن نشاهد الهدف رقم 599 والهدف رقم 600 الجارديان قالت من كوكب آخر زي ما أنا بقول دايماً ده من كوكب آخر هدف ميسي رقم 600 يسقط ليفر بول غير المحظوظ غير المحظوظ يورجون كلوب قال سعيد بأداء الفريق لكنني غير مسرور بالنتيجة قال عن الأهداف الهدف الأول فقط ارتكبنا خطأ ولكن غير ذلك قدمنا مباراة جيدة من القسوة أن تخطئ خطأاً وحيد وتخسر في المباراة بثلاثة أهداف نظيفة لكن هذه هي قرة القدم وبالحديث عن ميسي آل كلوب أعلن أنه لاعب فريد من نوعه ولست متفاجئاً بما قدمه ولكن شاهدت ذلك بنفسي وتابعه لا أعتقد أنه يمكننا لعب شوت تاني أفضل من ذلك ولكنهم بعد كرة العارضة جاء ميسي وسجل هدفه اختتم كلامه وقال كنت بجانب ميسي وأرى أن الكرة بعيدة لكن معه لا يوجد مستحيل يا لها من تزديدة رائعة بيكلم طبعاً على الدربة السابقة اللي حطاها ميسي في حتها وكأنه حطاها في المدرجات بالنسبة للحارس يعني الحارس لا يمكن يونطي جيبه كرة من المدرجات بل لنا وإحنا بنتفرج عن كرة أن هي من كتر بعدها عن إيد الحارس وكأنها في المدرجات لكن الحياة هي كانت محضولة في حضل القائم والعارضة بشكل مسهل مسهل مسهل